محمد احنا هيك مكملين معاك وصلنا لبيت العائلي في قرية الريني وهيك كنا نحكي قبل التصوير احنا ضربناها مزح بس هي كتير جد يعني هات جزء لا يتجزأ من الحياء القروية لما كنا بنتصرت عليها بالحياء العصرية كان فيه صحا فيه اكاديمية وخوخ وهذا لا هنا فيه بعد تضيفات عربية تضيفات حاضرة يعني يمكن الفروقات بهذا الامور يمكن هي الامور الشكلية اكتر بس واضح انه يعني حكينا عن موضوع انه القرية العربية فقدت هويتها كقرية من جهة ولكنها ما تحولت لمدينة يعني الريني بحراتها بأزقتها يعني الريني القديمي اللي هي البلد الاصلية عمليا يعني مركب تحولات اللي ممكن نشوفها بالشوارع نتيجة لمصادرة الاراضي نتيجة لعدم وجود سياسة تخطيط نتيجة ليعني مصادرة الارض اليوم قدت انه الناس بتبني يعني هذا المحيط البيت كان كله حواكير وشجر وسحات اللي اليوم لبيوت مكتظة تقريبا الشباكي على الشباكي قدي بتشتاء لهذا الجو محمد يعني قدي بتحب تكون تتواجدهم بهذا البيت بيت العائل تزبوط هذا البيت بالنسبة للبيت كثير بشدني لانه انا بالنسبة لها كل طفولتي كانت هون يعني هذا البيت وغرفه هو البيت اللي احنا كنا ننام فيه وننكر فيه وندرس فيه هذا البيت اللي انا عشت فيه واللي فيه كل ذكريات الطفولة وما بعد الطفولة يعني العلاقة مع العيلة بعتقد كمان الها يعني هذا هو المكان اكتر مع العيلة تبعته قبل ما يكون العيلة الحالية يعني العلاقة مع الاخوة مع الخوات طبعا الام والابو انا حكيت في البداية على انه يعني امي في بذاكرتي وبذهني وبحياتي يمكن لعبت كتير دور دور كبير مش بس بموضوع التربية اللي كمان الابو كان يلعب دور فيه وهو كمان بموضوع العلاقة مع المحيط يعني يعني بالسنوات الاخيرة كان اللقاء عند المرحوم الحجي كان هو اللقاء مع الاخوة بارشا ديش انت عم بت يعني لما اليوم بنحكي على ابنائك بشار ويارا بشار متواجد في المركز يارا متواجد في الولايات المتحدة الامريكية قديش بتحاول تعيد اللي عملته الوالدي والوالد معاك يعني مش واضح معرفش اذا مننجح يعني كمان يارا وبشار هني مش انا يعني ومش اخوتي اليوم طبيعة العلاقة حتى بين الاهل والولاد مختلفة يعني انا ما بحكي عن موضوع العاطفي لانه العاطفي هي وحدة لأبناء والأم لأبناءها ولكن بعتقد انه كمان نمط الحياة احتياجات يعني انا بالتلاتة وتسعين كنت في امريكا كمان بتذكر لما سفرت الريني كلها عرفت واجت ودعت واولت صفرة جابت هدايا وجبت هدايا اليوم يارا بتسافر عادة لانه كل الناس بتسافر فطبيعة العلاقة كنت اكتب رسالة الى اليوم مثلا في خواتبي ورجوني البوست كارد اللي بعدت الهنية اليوم مع الواتس اب وعاللايف والمواصلات والاتصالات يعني كتير طبيعة العلاقة والاتصال والتواصل بتغير مع انه طبعا الحميمية والعلاقة الشخصية والعاطفة تبعة العيلة يعني هاي شيء انساني كيف بتفسر محمد قضية الحنين الدائم الى الماضي وبالاخص من الاشخاص اللي في جيلك ونفس الوقت احنا ما منعمل من اجل انه نحاول ولو نرجع شوي من هاي الحياة موضوع الحنين لانه هات جزء من هويتنا يعني في هذا البيت بالنسبة الي انا كل صورة كل المسبحة المفتاح كل شيء اتخذ القاعدة بالنسبة الي يعني هاي الذكريات الطفولة هاي امي هاي ابوي هاي العيلة هاي البيت انه ارجع اعمل واعيد التجربة مع ولادي بعرفش اذا بنجح يعني مش بس الاحتياجات بعتقد انه طبيعة يعني مش بس الجغرافيا المقصود المكان يعني طبيعة حياتنا والتزاماتنا وعملنا وعلاقتنا مع ولادنا ولقاءنا حتى مع ولادنا ما بيشبه اللقاء اللي كان يوم الجمعة بيشتمعه 13 اخو اخت وعند الوالدة وفي طبخة مشتركة دايما وبعدين في الاحفاد مقدرش نرجعه مرة بالاسبوع او بتش بديش بيين كم ديش عبالة مرة بالاسبوع مرة بالشهر طبعا برجع انا باعتقادي انه هذا هو النجاح اذا بنقدر على الاكل نحافظ على هذا يعني نحافظ على شيء من العلاقة العائلية اللي اعتقد انه هذا الجانب الانساني تبع حياتنا يعني احنا مش بس حقوق انسان وشغل سياسي وإعلام كمان الحياة تعيث البيت والاجتماعية والعلاقة اللي بنحاول نعيده مع اصدقائنا كمان طبيعة العلاقة تبعت العائلة والاخوة مع بعض لما بيكبروا بيصير ولاد 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 يعني بيصف اليوم اليوم في يعني اولاد عند اخوة اللي هنه كمان شباب متجاوزين وعندهن اولاد يعني كمان طبيعة العلاقة بتصف مختلفة اذا بدأ ربط يعني دخولنا الى قرية الريني لحد وصولنا للبيت وبكل ما يتعلق بالقضايا الحقوقية محمد دخلنا للريني كان حديثنا بالسيارة على كل قضية الاكتظاظ على كل قضية عدم التنظيم حتى في البناء حتى في التعامل يمكن مع الشارع حتى في ثقافة القيادي بقران المدن العربية دايما منحاول نحط الشماعة تبعت انه ما في ميزانيات ما في حقوق للمواطن العربية على عكس القرى والمدن اليهودية لما منيجي منقول انه هذا جزء من القضية ولكن في جزء اهم هو قضية الثقافة يعني قضية معرفتنا لكيفية البناء للحصول على الترخيص لكيفية التصرف اصلا في الشوارع اللي هي من دون اشيء مكتبة انا اعتقد انه الموضوع هو مش قانوني حتى بموضوع الترخيص هو موضوع ثقافي يعني بلا شك انه الاكتظاظ سببه مصادرة الارض وعدم فتح مجال يعني لما شخص بيبني بالحكورة تبعت البيت لانه ما عنده امكاني يبني برا مش لانه بحب يسكر على اخوه او على جاره الموضوع هو موضوع مرتبط بدون شك بموضوع التخطيط والبناء والمصادرة يعني هي المصيب الاكبر اللي يعني منواجهها مش بس بالزراعة وبالعمل بالارض وانما بالمسكن بالاساس وهذا اللي بنشوفه بكل قرية عربية مش بالريني ولكن يعني انا اعتقد بانه في جزء كبير من الموضوع هو بثقافة التعامل مع هذا المكان يعني اذا كان المكان مكتظ بعتقد انه هو بحاجة لتنظيم اكثر وبحاجة لمسئولية اكثر اذا كان ما فيش مجال نوسع الريني ولازم نبني داخل الريني فمعناته لازم كمان نحافظ على الجيري نحافظ على مساحة المجال الخاص للجار ونحافظ على المجال العام كمان انه ما نصفش السيارة بالشارع وما نسكرش الشارع وهذه الامور اعتقد انه لها علاقة بثقافة عشان هيك انا بفكر انه في مسئولية كبيرة علينا بالتعامل فيها للأسف الشديد يعني المبادرات على الاقل انا كنت كثير يعني ضمن هالنشاطات حاولنا كثير ضمن رابطة اكاديميين ضمن محاولة يعني اقامة قائمة للمجلس المحلي انه نفوت نغير باعتقد انه فشلنا ويبكي جزء من خروج من الريني كان جزء من هذا الفشل يعني انه احنا فشلنا نغير هذا الواقع بنفس الوقت احنا ما منقدر نعيش مع هذا الواقع فم يعني منتصالح مع نفسنا يمكن بانه منخرج منه منروح على مكان آخر اللي اعتقد بانه يعني يمكن المعادلة الصح كان انه نبقى ونغير بس الظاهر انه في جيل معين اللي احنا منوصل لمرحلة انه يعني احنا ما نجحناش بتأمل انه في جيل تاني يقدر يعني يغير ويطور بهذا اليوم محمد اللي ما منحكي انه انا ما بدي احكي انه يعني الدولي هي مش عنصرية تجاه المواطن العربي والقرى العربية وما الى ذلك ولكن صار في تغييرات بمحل معين يعني صارت يمكن قضية انكشاف المواطن الميزانيات اللي بتاخدها المجالس المحلي والبلديات شوي اكتر صار المواطن يعرف شو عم بفوت شو عم بطلع وحسب قوانين مختلفة اليوم لما منحكي بخطط معين بتبنيها الحكومي لما منحكي على ميزانيات وارقام معينة اللي المواطن دائما حجته انه انا ما بشوف هاي الارقام على ارض الواقع يعني انا اليوم ما بشوف انه المجلس المحلي او البلدية عم تتصرف به هاي الميزانيات لصالحة انا كمواطن والسلطات المحلية وين دولكم كمؤسسات حقوقية بهذا الموضوع السلطات المحلية هي قضية شائكة ووعصة واعتقد بانه هي مركزية يعني اذا احنا منشوف مين يترقص المجالس المحلية مين اللي بكود المجالس المحلية بالعضوية او بالرئاسة او حتى بالتوظيف بدون شك يعني موضوع العائلية والطائفية والحمائلية اللي موجودة بمجتمعنا احنا منتحمل مسؤوليتها مش الدولي الدولي بدون شك تميز بالميزانيات بالاراضي بالتخطيط كل هذا الامور يعني بدناش نقول انه هذا هو العامل الوحيد هذا العامل المركزي ولكن هناك عوامل اخرى مرتبطة بثقافة تعاملنا مع هاي المؤسسات انه منعين من العيلة ومن الحمولة ومن الطائفة وهذا بقدي انه لا في تخطيط انا يعني جزء من شغلي كمان بالسنوات الاخيرة باستشارة تنظيمية مع مجالس محلية وبلديات مثلا انا فشلت انه اعمل تخطيط او جزء من العمل مع مجلس محل الريني نجحت اعمل مع زخرون يعكوف ومع بلديات يهودية حتى بس ما قدرت اعمل مع مجلس الريني عملت مع بلديات عربية اخرى والاشياء اللي منشوفها بموضوع التوظيف بموضوع التخطيط السليم ووضع خطط اعمل واضح انه يعني هناك فجوة كبيرة ما بين المتوقع وما بين الموجود طبعا المواطن اليوم اللي ذكرته مصبوط بعرف ولكن للأسف الشديد المواطن بعده بصوت بهذا النماطق شو اللي بخلينا نخاف اليوم محمد من قضية يعني الروح القيادية الجديدة بيأسلطات المحلية يعني لما بنسمع على مرشح شاب او مرشح شاب عنده رؤية جديدة عنده نطرة جديدة وبالمقابل فيه الاول رئيس الاسبق يمكن اللي بترشح لكما دورة وصاحب الحدود الاكبر يعني فعلا هو بيكون دايما صاحب الحدود الاكبر سؤال ليش دايما خوفنا من الطاقات الشببية الجديدة نفكر شو خوف هو اكثر اعتياد على نمط تصويت وانتخابات اللي هو مبني على العائلية والطاقفية والمعايير غير الموضوعية واللي بالآخر واضح بترجع علينا للأسوأ يعني اليوم إذا بناخد الريني يعني كنموذج لأنه أنا ابن الريني مظبوط أنا ساكن بنا تسارة عيلي أنا ساكن بنا تسارة عيلي بس أنا بعرف حالي بقول ابن الريني ومهمني اللي بصير بالريني يعني إذا بناخد الريني كمثال النمط التصويت طبع العائلات لحد اليوم موجود وطواقف حتى إنه مسلم ومسيحي وعيلة فلان وعيلة علان هذا النمط الحمائلي هو اللي بيخرج هاي القيادات فأنا برأيي يعني هذا يمكن برأيي 70% من مصايبنا التخططية الداخلية ضمن الحيز الضيق اللي بتخلي لنا يا إسرائيل بعد مصادرة الأرض والبطالة والفكر والتمييز بالميزانيات في حيز معين إحنا مندمره من خلال هذا التصرف لن نكره محمد بشكل عام إحنا بأي مناسبة وبالأخص في الإعلام دائما نيجي منحكي التقصير الدولي عنصرية الدولية عن جهية الدولية وما إلى ذلك ومننسى الجزئية المتعلقة فينا اللي باعتقادي أنا هي جزئية أهم أنت من أجل ذلك تحارب بدون شك أنا برأيي أن هذه الجزئية هي الأهم بمفهوم أنه إلنا سيطرة عليها لدينا إمكانية تحرك فيها يعني ما لدينا إمكانية وليس بس هي كمان أداة من أجل محاربة كل العنجهية وكل العنصرية اللي عم تعطيك لها صحيح ولكن يعني إحنا إذا بتسألني على الشق الشخصي أنا أولا مرة بنكر بالعكس أنا بعتبر أنه هذا الموضوع هو موضوع مركزي واهتمامنا فيه يجب أن يكون حتى فوق اهتمامنا في موضوع تمييز الدولة يعني إحنا اليوم بالمؤسسة العربية لحقوق الإنسان نشتغل بمشاريع اثنين مركزيات اللي واحد منه مرافعة دولية وحديث مع المؤسسات الدولية والأم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير ذلك ولكن العنصر الأهم بشغلناه هو مشروع حركة حق الشبابية اللي فيه إحنا نشتغل مع المجتمع لأنه أعتقد بأنه معرفة الحقوق والنضال من أجل يعني ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع والمبادرة والعمل الجماهيري هو العنصر الأهم وأعتقد أنه أهم من كثير من العمل الحقوقي اللي أنا بديش أقلل منه ولكن أعتقد أنه وصلنا مرحلة أنه غير مفيد النضال البرلماني اللي واضح أنه بطل يعني يؤتي ثماره موضوع الذهاب إلى المحاكم في كل كبيرة وصغيرة جهاز القضاء اليوم صار عنصري أكثر من المؤسسة فبالتالي أعتقد أنه التغيير المجتمعي هو العنصر الأهم اللي أعتقد شغلنا مع الشباب والتربية والتوعية من خلال مشروع التربية لحقوق الإنسان وحركة حق ونشاطاتها المجتمعية هو العنصر الأهم اللي أعتقد يعني إلي يعني أفتخر بهذا العمل بكثير أكثر حتى من الإنجازات الأخرى اللي ممكن نحكي عليها بالمرافعة الدولية فعلا بعد شوي في المحور الثالث سنترك كل قضية إيصال قضايا المجتمع الفلسطيني إلى المحافل الدولي أبرز القضايا التي تقومون بإيصالها إلى المحافل الدولي وبطبيعة الحال ردود الأفعال اللي بترجع على كل هاي القضايا من هناك في الفقراء الثالث معك بعد شوي محمد داد أبرز القضايا المجتمع الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر